شيء ثاني المسيح الجسد لينوب عن البشرية ولكي يكون الذبيحة البدلية في تقديم الإنسان الكامل لقد تنبأ إشعياء النبي قبل أكثر من سبعمائة سنة قائلا لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنى من ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه أي على المسيح إثم جميعنا أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن إن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه ومسرة الرب بيده تنجح من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصي مع أثمة وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين ثم نرى في العهد الجديد تتميم لهذه النبوة لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ثم أحبائي يقول عن رسول بطرس الذي حمل هو نفسه خطيان في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم مات المسيح على الصليب كفارة لخطيانا وكان موته بديليا ونيابيا لهذا كان من الضروري أن يكون المسيح إنسانا كاملا ويموت ليأخذ مكاننا بل دفع هو عقاب ودين الخطية التي علينا لنتبرر أمام الله الديان العادل وليبذل نفسه فدية عن كثيرين لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين لقد تجسد المسيح لكي يخلصنا من الخطية والموت الأبدي لقد تجسد أقنوم الكلمة ليعالج الخطية ولكي يبطلها بذبيحة نفسه لأنه هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم هو حمل الله بلا عيب ولا دنس ولأنه كامل بدون خطية فهو الوحيد الكفيل أن تكون له الكفاءة كفاءة الفادي لأنه كامل ليقدم نفسه ذبيحة كاملة فذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرا منذ تأسيس العالم ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الدهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر